من اللبناني يعني اليوم من انطلاقا من هاي المعادلة ومن انطلاقا أبصرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالاتفاق إذا بدك الفرنسي الإيراني بالشمسية الأمريكية اليوم أديش زروف ولادة هذه الحكومة ترسم دورة اليوم بالمستقبل وأديش شخصية الرئيس نجيب ميقاتي ضمن هذه التفاهمات الأقليمية عم بتحدد دور الحكومة اليوم بلبنان عزيزي كلنا بنعرف أنه عندما ولدت هذه الحكومة أو أنتجة تقيل بأن هي إنتاج فرنسي إيراني صح وغد نظر شمسي أمريكي بالضبط فإذا نحن أمام مظلة إقليمية نافذة وغطاء دولي وغطاء دولي واسع على المستوى السياسي لكن إذا نحكي بالتفاصيل ما يجب أن تعمل عليها الحكومة لغاية الآن كلنا بنعرف بأن هذه الحكومة أتت بدون خطة أنقاص هي أتت على قاعدة مجموعة من الرهانات من بلش من صدوق النقد الدولي وربما تفتح أبواب أخرى لنا لكن في الطريق إلى صندوق النقد الدولي في مجموعة من الاعتبارات متعلقة حسرا بالدخل اللبناني بتوافق الأطراف السياسية على سبيل المثال إلى أي حد ممكن هذه الأطراف تتفق على تحديد حجم الدين اللبناني وعلى تحديد حجم الخسائر اللبنانية وكيفية توزيعة إلى أي حد أيضا ممكن أن يتفق أعضاءها شكلنا وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بس إلى أي حد يمكن أن يتوافق حاكم مصرف لبنان وإلى أي حد نقطة كيف شفت اليوم بهات بالتشكيل دعونا نبدأ بالشكل تشكيل الوفد هل يحق لرئيس الجمهورية اليوم شفنا رجع طلع بيان من رئاسة الحكومة أنه سيستعان بهؤلاء المستشارين ليس سيكونوا يبدوا بصلب الوفد هل سنرجع نرى رأيك كباش من هذه المسألة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من باب الصلاحيات على تشكيل الوفد أنا أعتقد نعم لأنه أعتقد أنه أصلا بدأ يعني أنه فيه كلام من الفريق الرئاسي بأنه قاعدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي يجب أن تبدأ من خطة التعافي من خطة التعافي هنا أنه حاكم مصرف لبنان مش مع هذه الخطة هل نصفوها بالجنة التوزيع الخسير يعني أنا برأيي أنه فيه أكثر يعني فيه أكثر من لغم موجود داخل الوفد المفاوض وأيضا المطرح الذي يجب أن تنطلق منه عملية المفاوضات هون منيجي أيضا لما له علاقة يعني بين الرئاس الأولى والرئاس الثالث كمان الألغام المقبل التي يمكن أن نتكلم عنها لاحقا أنا أيضا ممكن تتفجر ليس فقط بعملية أو بكيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في قضايا أخرى أيضا بس مش من حق رئيس الجمهورية اليوم لأنه هو اللي بمفاوضات الخارجية وتوقيع المفاوضات الخارجية هو اللي له الكلمة العليا إذا بدك شو المفاوضات الخارجية أنه فيه تسليم على سبيل المثال بما له علاقة بترسم الحدود فيه تسليم من كل القوى تبهي مفاوضات مع صندوق النقد بترسم المحارة الإقصادية هل هذا ينطبق أيضا على صلاحيات رئيس الجمهورية فيه أكثر موجود نظر حضرتك ميال لأي وجود نظر أنا أقول بما له علاقة بصندوق النقد الدولي أعتقد بأنه دور رئيس الجمهورية أقل بكثير مما له علاقة يعني هذا الدور الحكومي هذا دور الحكومي بدون شك وبعد ذلك الدور لمجلس النواب لأنه كمان بده يوافق على أي على أي بدون شك هذه تدخل في إطار الموازن العامي والدن العام وليس لها علاقة إطلاقا إذا بدك أو نصف إطلاق على الأقل الشرط هيك لشي بحكيك بين حاكم مصر في لبنان وسعادة الشامي وشرب الإرداحة بس ليه فيه كان يعني كان لأنه سعادة الشامي كان نهلا برئيس الحكومي يعني العلاقة مش كثير معهم أنه قيل يعني بحسب المعلومات الساعدة أنه في حصل النزاع ووصل إلى حد الاحتكاك بين الطرفين صحيح هذا يوحد الشيء الثاني يعني هذا بالنسبة للإسعادة الشامي وبنسبة محافظة الألقاب بمصرف لبنان بمصرف لبنان ومع الحاكم وأيضا أنه الرؤية الاكسادية للمستشارة الاقتصادية للفريق الرئاسي رئيس الجمهورية شرب القرداحي تتعارض كليا مع رؤية حاكم مصرف لبنان وهذا انعكس بخطة التعافي تعرف أن مصرف لبنان كان له رؤية مغيرة تماما لخطة التعافي في رأي آخر كمان للقطاع المصرفي هلأ السؤال هون كيف ممكن انتوحد بين هذه الرؤى الثلاث التي يصر عليها صندوق النقد الدولي بالأخير تجوا بأرام موحدة إذا ما جيتوا بأرام موحدة ما في رؤية أنت عندك ثلاث وفود بوافد واحد بدك تفاوض ثلاث وفود هذا مستحيل وهذا أصلا السبعة عشر جلسة التي عقدت في عهد الحكومة الراحلة حكومة الرئيس حسان الدياب سبعة عشر جلسة واحدة من القنابل التي فجرت أو التي حالت دون الوصول إلى نتائج معينة هي الخلافات بين هذه الرؤى الثلاث يعني رؤية الحكومة ورؤية مصرف لبنان ورؤية القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية السؤال هنا هل توحدت هذه الرؤى لغاية الآن لا لغاية الآن ما زالت تكون بليموقوطة لذلك هذه وحدة إذا بدك من الألغام التي قد تنفجر أو قد تفجر العلاقة أو على الأقل تبتر العلاقة بين رئيس الحكومة وبين رئيس الجمهور أو قد تستفيد منك كل الأطراف اللي يمشكل الحكومة اليوم لتشتري مزيد من الوقت مثل ما الأبل بهاو سنة ونص رهنت على الوقت وعندنا انتخابات نيابية يعني ما هو مصلحة أي فريق اليوم يوقع مع صندوق النقد ويروح على الانتخابات النيابية فبيطلعوا كلهم رابح رابح بهذه المسألة توافق بس رابح يعني رابح نيجاتف كمان نيجاتف على البلد وعلى الناس يعني يعني عم برهنوا على الوقت بس أنا اللي عم إلك وجهة نظر مطروحة وأعتقد أنه نعم أنه ربما بعض القوى السياسية أيضا تدفع إلى عدم أو ربما معظم القوى السياسية تدفع إلى عدم يعني يعني هاي المسرحية هلأ حدونا نحن وقت الفين وخطة التعافلة كانوا أطلعوا الانتخابات النيابية نعم لأنه هلأ أنت يعني أنه تقديرات تقول بأنه أي نتيجة بين قوسين بين الوفد المفاوض إذا اتفقوا وصندوق النقد الدولي لن تثمن قبل نهاية السنة الحالية يعني في عنا تقريبا شهرين أو شهرين ونصف وهذا بيعني أنه في يعني في مسافة زمنية قصيرة جدا لذلك نعم أن وجهة النظر الذي قد تكون غالبة أنه إحنا منفاوض مع صدوق النقد الدولي ولكننا لن نصر نتيجي وهيك الرئيس نجيب مئاتي بيكون ضمن وجوده بالمرحلة المقبلة بعد الانتخابات النيابية بس هذا كمان شو بيعني ما بعرف إذا بيضمن وجوده أو الكثير من القوى السياسية يمكن أن تضمن وجوده أو حجمها لنقول حجمها الموجود في مجلس النواب أو بداك تشوف كمان إذا جرت الانتخابات هل يعني لا كل هذا الخطاب إذا جرت الانتخابات كل هذا الكلام بعدها مش أطعناه هذا السؤال يعني اليوم إذا بقى شوف في مجموعة كبيرة أنا برأيي من الخلافات والتوترات من القوى السياسية التي كتبرز في مرحلة المقبلة قد تطيح بالانتخابات ولا أمنحكي عنها بدون شك الآن الخطاب الانتخابي مرتفع وبالتالي أنه كأن الانتخابات يعني غدر والكل أنه عم يشتغل على أساس أنه هذه الانتخابات أنه بدأ بدأت صير بس أنه كمان هناك في داخل القوى السياسية في مجموعة كبيرة من التساؤلات على أول يعني على رأسها أنه كيف يمكن أن ندعو الناخبين إلى صندوق الاقتراع في حين أنه وضع البلد في هذا المستوى بالانهيار وبالتالي في هذا المستوى من الظل وفي هذا المستوى التي بلغ فيها اللبنانيون حفة المجاعة من بدوره ينتقب طيب إذا في قسم من الناس سوف تذهب إلى صندوق الاقتراع بس كم هي هذه النسبي وكم نسبة المقاطعة التي يمكن أيضا أن يلجأ إليها المواطنون اللبنانيون كنوع من الاعتراض على على الأداء السياسي لهذه القوى على الأقل منذ سنتين حتى لا أذهب حتى لا أذهب بعيدا إلى الوراء أو إلى الخلف هذه نقطة أساسية المسألة الأخرى ربما بعض القوى السياسية بعضها وأظن ليس كبير ربما قد يكون حزب أو حزبين أو طيار أو حزب قد يكونوا مرتاحين لوضعهم التمثيل ووضعهم الشعب يعني أنت هول فعليا مرتاح حزب الله نعم بس القوى السياسية الأخرى هي مرتاحة لوضع التمثيل ووضعها الشعبي بس اليوم ما قادرين ما بلشنا بالحديث بالوضع الأقليمي اليوم والضغط الدولي وإذا بدون مصاري يعني اليوم فعليا أو مساعدات ما تجريها الانتخابات إذا إذا الشرطية إذا الشرطية بس يوم ما قادر يستطيع ترجمة نانسي قنقر